بوم 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 مثل الفل والهنة والسعادة والحب والقوة وكل حاجة حلوة وتعمل لك يا لازل أجمل حاجة حصلت في التاريخ واللي مش عاجبه يطق مناش دعوة يطق جامد على فكرة صح؟ معنا النهاردة في أسكر ردوة أو إسر ردوة بقى خلاص أنتيم البرنامج مش حاضر والصديق البرنامج بقى أنتيم البرنامج بقى أنتم مع البرنامج كله أنتم مع كل فريق الأدد والإخراج والتصوير وكل حتى كله بقى أنتم معي وليد مصطفى أنت منهار نهاردة قوله بصبيض وعمل شغل إيه رأيك؟ قال لي وليد قال لي الحلقة اللي فاتت اللي هي من 90 سنة دي أما كنا على الهوى إحنو كان فيه مشكلة بتاعة بنت لبنانية أيو البنت اللبنانية دي بحثت لك فعلا أه هي ديتني واحدة كيفك ميسيو وليد أيوة وانتهى ميسيو تو رديت على المشاهدة بتاعتنا؟ لسه والله لسه هارد هارد لازم أرد طيب أنت لو مرددش ستريت الحاجات دي عايزة تجهيزات هاولين ستريت كده اللي هو كده مستقيم كده لقد أعذر لا 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 في أيدي أمينة انت ليش أسترع علينا يا رب مشكلة نمرأ واحد ايه أنا بحب واحد بس صدنا بعض عشان مرضيش يمزي على الأيما علما بأننا لسه ما جبناش عفش ايه أيما دي على الأيما أيما بيرتشول يخش البيت يلبس بي أر عارفة البي أر يلبسه ويوعد عن هوا بقى بتاع والأيما كانت بـ 200 ألف جنيه بس مش مابلغ كبير يعني طب هي الأيما دي اللي أنا فاهماه إن بيجيبوا حاجات بفواتير ويمضوا عليها وبرده شايفانها يعني برضه هي غلط لا يا حر هنبدأ من أول سؤال لا هي حرة مش في مؤخر لا مفيش حاجة اسمها كده هي حرة وجي نقشناها في البرنامج 600 مرة وهي حرة هي حرة ماشي خلاص جاد عمال موضاش اهو اه المشكلة بقى هنا فين إن انت هزا يمضي على حاجة مش موجودة أصلا ده إيصال أمانة باعتبار إن في هنا كنبة حضرتك يمضي عليها شوف بعدين الجوازة وصلنا اهو عشان انت قلت هي حرة وصلنا للليفل ده طب ما يخش يدينها 200 ألف أو يمضي على كنبيالة بـ 100 ألف ليه بقى أيمة يعني ليه اللفة بقى ليه أو ده ألف ما تمضيه على شيك بـ 200 ألف صح على فكرة دي فكرة كويزة مضيه على كلياته عدك اتنين ليه حات واحد وليد قال لك الحل مضيه على شيك أو كنبيالة بـ 200 ألف صح شايت قلت كده اه نعم وزلوه بقى بيها طول عمره حدا ما يتجاوزوا خمسين سنوات ايه انت مش قد مش داكن حلق حل ايه بس أنا أصلا ضد الأيمة وأصلا كلها آه لا بصي بقى حبيبتي كيش داقى بكلام وليد خليكي معاي أنا حق ربنا ان هو لازم يمضي على حاجة جدت خلاص فانتو جيبه حاجة الأول وبعدين انت عبيت اما ممكن تجيبه حاجة بنبقى أكتر بـ 200 ألف جنيه يعني اذا كنت انت مستقلل 200 ألف جنيه بانت هكيد هتدفع عليهم أكتر طبعا 200 ألف جنيه بالنسبة لك مش راقة هاتي بقى وفوتير وكده ويمضي الباشا يمضي أنا بحب واحد من واحدنا صغيرين تمام بس هو دخل هندسة أنا شايفي اللي جاي الموقفي ببقى عش جدا قدامه اليد وانا مش عايز نرتبط بمهندس قصدك ها جدعينتي بالكلام دي هاااااااااااا عندها حقل صراحة والله عندي حق انا بقولها يهربي والله عارف المشكلة فيه على فكرة فيه فيه عنا مشكلة فيه يعني اه والله اصل المهندس بممكن يقعد يهندس عليها طول النهار مش بس كده انت عارف المهندس بجد صوته بيبقى عالي جدا من اصوات المعدات فهي بتبقى فاكرة بيزعق اه وبيتكلم عادي وبعدنان خلي بالك ما انا بقولك المهندس برضو يقعد يخطط طول النهار ويهندس صح وهي ممكن تبقى عايزة واحد عشواء صح خدي محاسب يا ابنتي والله شغلتك حالي احباتي مش هبقى مطرب لا لو بنتكلم بجد بقى كده عايب كده عايب انا مش عارف عاملوكو حاجة اكتر من كده بجد عايب يعني بجد مايصحش يعني ايه مش عايز اخو مهندس يعني ايه بقى ايه بقى ايه بنترمي كده بقى ايه بنتحط في الموقف السخيف ده هو انت مهندس ايوة كذاب والله اه وحش قوي انا ايفيل افندد انت تلاتة مهندس احنا ممبوزين انت تلاتة مهندس والله مهندس ما هنتش كارس يا سينج اه ما هعيش رموت سينجل اه لانك مهندس عارف لو كنت محاسب اتش ار الدنيا كتختلفت كتير عايب عايب بجد عايب هعيط لا ما تعيطش خلاص يا وليد خلاص صلي على النبي كده وكل عاجة تبقى كويس بحب واحد بس عايزة اعمل فرح وهو مش عايز اكمل علامة استفهام انا دوسة ايه ضد الافراح تماما وانا يعني فكرة انا فيه باند مدايقين يا قوي في الافراح باند الدي جي انا ليه ادفع عشرين الف الواحد يشغل قونة صهر الليل ايو وما شغالها انا اه صح انا بودجت انا فكرة الفرح دي كلها كده انا ما بيعجبنيش البوفي والدانس فلور لان البوفي كل الناس بتتاريق عليه وبيعمل زحمة في الفرح صح وكل الناس بتقفش على بعض في البوفي وبعدين الناس ما بيعجباش الاكل مهما الناس جابت اكل كويس وبعدين بيعودوا تلات سنين يتكلموا على البوفي الفرح وفستان العروسة الوحش والعريس اللي هو ما يستهدش العروس ولما يجي لهم الضيوف اللي كانوا في الفرح وحضروا الفرح بيشغلوا سدهاية الفرح في البيت تاني مايوز بيبقى حديث ملينا انا ضد المهزلة دي وانا ضد المهزلة دي ولا اول مرة راضوا الشيبيني وعليد المصطفى يتفقوا مع بعض لا للافراح يا جماعة الافراح فلوس على الفادي فلوس كتير ناس هتتاريق بأكل ناس كتير قوي وهي في الاخر مش هيجبها الاكل بعمل فستان فرح غالي مش حبسه غير مرة واحدة في العمر مش فهمه ايه فستان الفزيع العريس بيفضل يفرهد نفسه خمس ست ساعات عالدانس فلور عشان يعجب كل المعازيم انا هردو مش قادرة فهم ليه لو عايزين تعملوا حاجة وتهيصوا عشان انتي تنبستي وهو ينبست والناس اللي حينبسته لكو حقيقي الناس القريبين منكو اعملوا قاعدة في البيت قاعدة عالدي ولبسي فستان شكله شيك وحلو مش بخماشر تماشر الف جميع وهو هجيب بدلة عادية وحتشغلوا سيديهات صهر الليالي بيشغلوا ايه في الافراد هو صهر الليالي واسمه الله الحسنة معلوفة ورما صهر الليالي والتام الحسن انترو اوترو صهر او اسمه الله الحسنة وكله وصندويتشين باسترمة وعال بتعصير وخلصنا ناس حتاكلوا مبسوطين حتشغلك ايه ده الباسترمة دي بايتة ولو ايه ولو جبنا روح يا شغاك قلص خلصنا خدوا بقى فلوس الفرح لو انتم معاكم فلوس الفرح بلاعوا بقى شهر عصر بستو تلاعي في اي حتة فيها بحث البهجة دي انا خايف لا البهجة دي كده في حاجة لا اصبر علي طي انا مشكلتي مع جوزي ان هو بيكسل يعمل اي حاجة ولو في حاجة بوزت في البيت يقول لي سيبيها انها صلحة ويقعد بشهور مايعملش فيها حاجة ولو رمتها عشان مايكركبها يدائي مني مايكركبها البيت يدائي مني المشكلة هي متجاوزة فني ما تستني ما تستني ما تستني طيب انا هايس ايه يا شغيل نعم يعني لو الفلاش بتاع التويلت مش شغيل لو الكمبينيشن بتاع التويلت مش شغيل اش معنى ده طيب انا اقولك على قصة بجلب لا رد علي هجيب سباك هتستنى انا بصراحة انا وليد هستنى بش هجب انا عشان هل هو هجب اقوليك حاجة بجلب هتستنى والله هستنى وهتعملي في 3-4 شهور دول يا ولي همسك نفسي همسك نفسك يعني هالباتي لو الفلاش لو الكمبينيشن اش معنى دخلنا الحمام وبوزنا ده بالذات ده هيبوز ليه اصدى ده بيبوز بيبوز لا ما اعرفش اها اقوليك القصة بجلب لا قبل ما تقولي القصة بجلب اصلاح ده بالذات فاصلاح يعني يشتغل فني او لم يشتغلش ايه في الحمام يشتغل فني يشتغل بصراح احنا احنا تلات ولاد احنا قعدنا حوالي سبع شهور لمبة التلاجة مشتغل بنفتح التلاجة بالصبح او بفلاش الموبايل وبعدين بقى لما صلحناها جبنا بالغلط لمبة لونها احمر هيتي فضحك لب يعني انتو الجيل ده هيجيب لمبة لونها ايه والحاجة تمام كانت ممسوطة الحمد لله انا اتغيرت احنا مش فانين الصبر ايه ولا الصبر مرش حالو عايزاني نستنىكوا علما تلبس وستنىكوا علما تعملوا كل حاجة جات على لنبة التلاجة واش اقليني نستنى وانت بتستنى مامتك لما تلبس استنىها لعمر كله ايوة انت بتستنى مامتك لما تلبس ايوة استنىها واستنىاش ليه انت جذب بس احنا بكرة صح اه طيب اه اه تعملي ايه ولا حاجة تضطري اما انت تعمليها بنفسك اما تجيبي حد صناعي اه صاحب صناعي يعني للحاجة اللي بزت في البيت بس يعني لا ما تسكتيش يعني صراح يعني اه يعني انا قلتلك حبيبي حبيبي ها اوه يعني ما تهجميش يعني الكلام يترس بس حبيبي تقوله يا اسطح انا قلتلك قبل كده ميت مرة ايه حبيبي انه مش حينفع الحاجات تبقى عطلانة في البيت بالمنظر ده وانت راجل البيت ايه حبيبي فبالتالي طريت اجيب ايه حد ييجي يصلح بما ان انت مش ناوي تصلح ايه حبيبي هي بتبرر ليه هو هينبسط ايه حبيبي لا مش هينبسط اه مش هيدفع من جيبه هي مش المرأة زي الرجل اللي ما تسلح ايه ما تدق هي المصمار في الحيطة وتعمل هي نبت التلاجة مش المرأة زي الرجل طب هو رازمته ايه هو رازمته يدق مصميره ويغير لغض وهي مجاوزة فني ده 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 one of his jobs ان هو الراعي وكل راعي ما سمع راعياته هو راعي مش مكنيكي الراعي بيدق مصميره ماشي خلاص كنت شايفة مش بياخد باله من اهل البيت وياخد باله من ست البيت وناس البيت هي مش لمبة البيت وفلوش البيت وكلون الاوضة لمبة البيت ده لست البيت والراجل البيت والاهل البيت ولا عليش في عتمة لا خلاص نعيش في عتمة ليه والحمام مش عايف انت شغلة بالك قوي مش عارف ليه عايزة حلي يا رادو حاضر يا حبيبتي دلوقتي انا عندي 25 سنة متجوزة وعايشة في مكان بعيد عن اهل وعندي بنت عندها سنة ونص وعايزة انزل اشتغل وجوزي رافض بحجة ان هنسيب البنت المين حق ايه ده اللي انت بريد والظروف وما تسمحش نوديها حضانة خاصة كمان انا بقيت هاتسين متخرجوا لما مشتغلتش دلوقتي مش حايفة عندي كرير وهو فاجئك بالجواز والخطوبة والحمل والخلفة هو فاجئك ولا انت هتجيبي بنت وعندها سنة ونص ونرميها هترميها هتوديها فين ملجأ بتقف الملجأ عشان هي لازم تصنع المجد دلوقتي مش قادرة يا رادوة انا لازم اصنع المجد دلوقتي مش قادرة لا تقلل من اي واحدة ستة عايزة يبع عندها كرير وحيا ايوة مش بس عندها ابنت ده اعظم كرير صحيح ان هي تبقى ام صحيح بس لا تقلل لا تقلل من شأن الستة اللي عايزة يبع عندها كرير لكن مش معقول يا ماما انت ام خش بقى اعظم رسالة في الدنيا الامومة انا عادت اول كم سنة انا مخليفها بنتي كبيرة مستقيلة من الشغلانة دي عادة في بيتنا اول كم سنة يا ربي البنت واوديها معارض وهي صغيرة واعمل مش عارفة ايه وافضل قاعدة جنبها بال24 سنة بحلقالها علشان الامومة ده اعظم حاجة في الدنيا امك ثم امك ثم امك ثم ابوك حتى هتلمي بنتي عندها سنة ونص عشان تروحي تشوفي كريرك وانت يسا عندي 25 سنة بنات غريبة جدا صلى على النبي كده واستعيذي من الشيطان واقول يا ربي بنتي كم سنة حد ما بنتك تشد حلها ونزل يشوفي كريرك ومستقبلك وجوزك عنده حق انتو خليت وشي في الارض من وعيد مصطفى حاجة بصراحة انا محبط محبط ومتدايق ايه البنات الغريبة ايه فرصة متعيش بصي اللي جاد جاوي ده ها بحب واحد بس خالتي شايفة بخيره وانا بجد بحبه يا ردو ها حاولت垂付ها هابين محبط مش الخال والد ها والد عاشتين تلاتة عشرين خال والد كنت عشرين اتنين وعشرين كنت عايز عارف خالتها عارفك يزاي ان هو بخيل أكيد شفته وليها نظرة والخل بقول لي العنظرة ولي هيا الشايف ان هو بخيل صدقي صدقيها اللي دايمان الكبير بيبقى ليه ما تبصيش بصة دي عزوة بيبقى دي نظرة تصدي خلتك والله العظيم أنا خلت دي حبيبتي دي صاحبتي وقامش معرف أي حيطة كنت أقول لها مش عارف إيضا أي حاجة كنت تقولها ليه كنت بيبعندها حق بحاولة دور على الأجابة الموزاجية مش لاقي الخالة والدة مان خلاص؟ أوكي الخالة مش والدة؟ والدة طبعا إنت ما عندكش خالة؟ معديش خلات والله معندكش خلال؟ لا معديش والله يا أمي وحيدة الحمد لله الحمد لله كان زمنها بتقول عليها عليها كان زمنها دفصل من أخيرها في الحياة عندك عمام؟ لا والله انتو إيه؟ احنا عيلة وحيدة مقطعين من شجرة بصي انت سألي خالتك إيه اللي خلاكي تشوفيه بخير قالتلي اكترت مواقف صديقي خالتك وسيبيه كله بيطلع في الغسية بحب واحد قوي بس سوا شكاك وبيفتش وراي كتير مع إني عمري ما فكرت أخونه آه بصي هو دايما كده خديها مني قاعدة أيوه اللي بيشك هو اللي بيعوك بصي بصي اللي بيشك هو اللي بيعوك دايما دايما يعني لو أنا رجل شكاك أنا اللي بيعوك اللي بيشك يعني كله إن يرى الناس بعيني إيه؟ بعيني طبعي الحلاوة اللي أنا بقولها دي اللي بيشك هو اللي بيعوك لا مش شرط هو كله بيعوك كله بيعوك بس فيه بيشك وفيه أنا أنا يعني أنا دايما كده وبعدين برضو اللي تقبل إن هي تتحط في ان هي تشكي فيها صح تبقى هي بتعوك ايه؟ مش صح؟ تبقى هي بش بتعوك تبقى هي غلط صح اللي بيشك هو اللي بيعوك صح علر الجاله طبعا لأينا الستات هيأصلا طبعه شكاك نتاميب فإحنا اللي بيشك هو اللي بيعوك احنا بنخط بها على الرجاله الستات أكيد لا لأ حصابة على إين الواحدة أه أقلي من خمس ستة في الدولي أصاب على الإيد باحتة أهي لكن بقى الرجالة بقى ما عدي يا جميل ما تعدش يا جميل فإحنا نحط اللي بيشك اللي بيعوك إيه قلت إيه؟ اللي بيشك هو اللي بيعوك أه اللي بيشك هو اللي بيعوك على الرجالة خلاص أدي حاجة تانية حاجة أو يتقبلي على نفسك إن الراجل يشك فيك أهي أجري ما ينفعش الجوا بقى تديله الباسوار دو وتديله مش كوي لا لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش هما كل إحنا بقى إحنا بوزنا النهاردة كل كل دول سبعة سبعة علاقات راح بس الموضوع مريب الله بسببك الله أنا مع المرأة النهاردة طيب أنا بحب ابن عمي من زمان تقريبا من ربعة ابتدائية على فكرة أنا كمان كنت في ربعة ابتدائية بحب ابن عمي والله ده حب بريق عادي فاش حاجة احنا كن قريبة مش حب قريبي وأنا حليم في أولا جامعة يا لهوي يا لهوي دي صبورة يا الله يا وليه صبري ده بقى لها مثلا 12 سنة احنا من كان في 12 سنة مثلا منمم وهو في سنة ربعة ربعة جامعة كمان وكاتم حبها اعترفتله ان واعترفتله بحبه ونعيش شهرين كاتم 12 سنة قطر خيرها بالزبط وده ما وده بعد ما كنت متأكدة من الشعور ونحياتي وانه بيبدلني نفس الشعور وهو رد علي تم تحرمه هو بيبدلك نفس الشعور هو ما بدلش ليه 12 سنة بس يا وليد عيلة صبورة صبر ما شفتوش في حياتك رد عليها بعد خمس ايام احنا ماشيين بتاعمل احنا في اميلات وانه بيبدلني نفس الشعور هو رد علي بعدها بخمس ايام دير سير كانت اللي بي نوت الزات ايه يا خمس ايام وقال لي ان هو خايف علي ومش حقدر يقول لي اه او لا ايه يعني هو عايز ايه الصراحة احترمته جدا ليه احترمتين عشان عايز 12 سنة زيه معود العيلة دي بطول عشان وانا مش قادر اقول اه او لا ميبي ياس ميبي نو المهم ايه سكدت وعدنا الموضوع مع اني كنت زعلانة بس تفرحت بخوفه علي وعد الموضوع وبعدها بشهر كان بيكلمني يتطمن علي عشان كنت تعبانة وطولت معاه في المكالمة وكان بيسألني عن الكلية 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 وكده وبعد كده قال لي ان هو بيحبني وعد الموضوع وتمام وكل واحد تأكد من شعوره ناحية التاني والكلام ده كان اخر شهر 11 يعني بعد ما اعترفته بشهر ومن يومين قال لي ان هو خايف علي ومش عايز اننا نكمل حتى لو دلوقتي خايف اي مشاكل تحصل تأثر على حياتنا بعدين سواء كم منه او ما كان حال كده هو مثلا متردد مش وصل في القرارة ده اهم محترق العلية دي واضح نحبالها طويلا احنا عايزين سنين كتير نراليز اولا انت تلقام حضرتك شفتي ان هو بيبدلك نفس الشعور ما استنيتيش ليه لما هو اللي يقولك لو انت متأكده صح؟ هو اصلا الموضوع ده عباس انت بتحبيه زي من ربعة ابتدائية انت عديتي دي عادي نحنا اه? طب نرتبط معها هلسه هنقوله ايه? لأ. ما هو لأ انا مش موتا لا انا خايف عليه. لأ برضو. ايه ده? بعدين بتقولك اي مش عايز اي مشاكل تحصل للصراحة انا خايفة اظلم نفسي. انت كل ده مش ظلمة اتناشر سنة. ولسه خايفة تظلمي نفسي ايه بعد مسلا وهي عندها سبعين ساعتولي ايه. عارف ايه الحمد لله اللي جاء على قد كده. بس يا قليل بقى نتكلم بجد. كلم بجد ايه ربع ابتدائي من اول ربع بس يا بنتي. عايز اتعرف وتعملني معا ايه? ولا حاجة. فيه نظرية اسمها نظرية الولى حاجة. نظرية الولى حاجة دي بتاكل مع الرجالة اوي. ايه بقى نظرية الولى حاجة دي? انك انا ما بعملتش معا حاجة. لا سخن ولا ساقع. هوا فاتر. لو حنفترض انه البني ادم ده اسمه محسن. محسن كلمني انا برد بادب مكالمة قصيرة بخلص بقوله مع السلامة الولى حاجة. ما طلعش مني بالمكالمة في حاجة. قابلني في اي حتة في اي شارع في اي نادي في اي الولى حاجة. بعمل اهلا ازاك يا محسن عامل ايه اخبارك ايه اخبار والدتك والدك والحاجة عامل ايه اللهم اصلي مع السلامة. الولى حاجة. تمشي معا بنظرية الولى حاجة. خلاص. والله يا ابنت له امارة. وقال لك في ايه بيت متغيرة. ما بتعملنيش لا عدل ولا وحش. عارفة المعاملة اللي هي لان تبيض ولا سود. انت بامبة. عاملين انت بامبة. نظرية انت بامبة. ما هي عملت كده 12 سنة. لا. الولى ترب. 12 سنة هي كتمت اصرت في نفسها. خلاص. ده ابن عمها. وكبت عامله ابن عمي. دلوقتي هو ما بقاش ابن عمها. هو دلوقتي بقى عارف ان هي بتحب. اه وكلمها بالليل وطول. لو عملت بقى نظرية الولى حاجة حت ايه. ولا حاجة. والله ولا حاجة. ولا حاجة. انا دي انا فاخد الامر فيها. انا مش مرتاح. طب عاملين بنظرية الولى حاجة. جابت معا نتيجة جابت. ما جابتش نتيجة. ولا حاجة. ولا حاجة. طبعا مشاكل راحوا. طبعا على قد دربناهم. اه على طول. يلا نطلع فاصل. نطلع فاصل. نطلع فاصل. نشرب كبايب مية وكلا. شهدت يا عزيزات وبناتي. الحبيبات فاصل قصير جدا. ونرجعيكم من هي. وبس. انا هسيب لك انت بمشكلة دي. ماشي. اه بحب واحد بقال اربع سنين. اه بس كل ما اقول له يتقدم لها يعني هو يتقدم لها يعني بلاقيه تاني يوم تعب وراح المستشفى. مش فهم السبب. فبطلت اتكلمه في الموضوع ده عشان يكون احسن. وحطانك قلب في الصورة. قلب اوه. وبعدين بس يكلمه امتى. ما برضو انا برضو يعني انا عايزة عارف اكلمه امتى. صراحة هنا يعني ان راعي بعض يعني الرجل بيتعب. ماجيش على مرضه. وادوس. عنده يعني راعي الرجل. ليه تجيبي سيرت الحاجات اللي بتجيب عيه دي. احنا مش شير حالو. تقدم ايه وكلام فضي ايه? وبعدين بتقوم باسيبه عشان يكون رحصة حطانك قلب. جدعة. اه? في حاجات بتعيي. انا ليه اجي عليه وعيره وعييه واعمله. واحنا مش شير حلو. هي بتحبه صح? بقالها اربعة سنين. كل ما قوله اتقدمت بقى ايه تاني يوم تقعب. طب خلط ما نفهم بقى? نفهم ما نجيبش السير وحش. ما نجيبش. حاجات الترومة دي ما نجيبش نحن. طب بقى معي ايه عشر سنين. تستنى الحد اتعمل اربعة تانين اشربوا ثمان سنين. بتقولك بس اتكلموا امتى? اول لما يخرج من المستشفى. هي تعبتاق الله. بس. حرام عليك وانت قلبك ايه? انا قلبي قاسي. انا بقى هقولك. انتي بتقوليله هو بيعيه يدخل المستشفى. صح الكلام? قوليله يعيه يدخل المستشفى يخرج تقوليله. يا يعيه ويدخل المستشفى ويتكل على الله. يا من وجهة نظر اه. راجل. راجل بجد. اه. قوليله ان اتقدم لك حد. انتي هتوافق علي. قديم قوي. هيجي. قديم قوي. هيجي. طب. طب بتديها اوبشن تاني. ما فيه هو ده? مش بيعيه كلما تيجي السيرة. اه. قوليله ان فيه حد تاني خلاص بخ. تسيبه ولا تقوله هتيجي تقدم امتى عشان فيه حد تاني جاي? لا ما فيه هو ايه? احنا عادين في بقال. هو فيه حد تاني جاي ايه الحال اول? ايه? هو 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 تشتري فاكهة. لا مش كده برضو. تسيبه وخلاص انا هشوف حياتي مع حد تاني صلى الله ما بتجذب. اه. تفتكر? اه. اه. مش حيعيه مش حيتحب مش حيصخن. ولو عيه بقى في حالة زي كده يبقى عرف ان هو هو بلس كيس خلاص بقى. اربع سنين وعمل يعيه وهيجي حد تاني وبردو بيعيه. خلاص بقى يعني شوفي غيره بقى يعني فهمي بقى. خلاص? صح ولا ايه? صح. يعني هي ادي الريسكاية اللي اتخليها تحس ان اه ايه ده? ده انا كده بضيعه برضو سابه. مع ان المفروض هي مش محتاجة ريسكاية بعدين اربع سنين وبيعيه. فخلاص يعني بس. ما جايز تبقى صدفة وليد انت بتهاجمه ليه? يبقى لو كده بص شفت انا بهاجم الرجل. عشان بس ما حدش يبقى ليه عندي حاجة. لو كده تقوله ان في حد تاني جايه كده. لو فعلا بقى فرط. خلاص بقى. طب وتسيبه اصلا ليه? يعني تقوله انا عايز يسيبك ليه? يا تاخد خطوة جد يسيبك. احنا هنقضيها كده. واحنا بقى لنا اربع سنين. حيط عب يدخل مستشفى. هتسيبه. هتسيبه. لا انت مستندل معي. مش مهم. ما انت مستندل بقى لك اربع سنين بجيب لك فكهة واجيب لك شوكولاتة وبتاعي. ما جاتش على دي. متقدمني حد تاني واهلي بيدغطوا علي. اي حاجة يا رادو انت عارفة شغل البنات ده. متقدمني طيار دايما يقولك يا. بص يا بنتي قبل ما نروح للبعد. انت تعملي ايه? انتي اه ما انا هعدل على كلام وريد. عشان ما يبقاش انتي اللي ماشية وانتي غلطانة والرجالة بتتلكك وبتركز قوي. الله سيقولك احسن هيراحت هتقولي له. تيجي تتقدم. حيدخل المستشفى. اه جوافة. كيس. ثلاثة كيلو. ثلاثة كيلو برتقان. بتبقى وقفتي جنب. ويشد حيو. تتخنقي خناقة ملهاش حلاقة بالخطوبة. الله. وتقوليه طب انت شايف كده يعني انت مش عايزني. يعني انتي ايه تقولي يا له انت مش عايزني. ها? الرجال هنا بتاخد موقف. فيقولك لا ايتي وش عاجبك هيا مش عارف ايه. طب يا سيدي قطر خيرك. واختفي. وعمل الاسمايلي في اس ده. اه. طب يا سيدي قطر خيرك. الكيات؟ في مين مايجي دي. خلاص هو هوا ايه. حيزهر تيه. وبكرا فقرت. ما يزهر بتقولي انا متقدمني زي ما ولي ده. وط كيار. ط كيار. دايور. ضي اي. يا ربي يا. دايور. احطفرت. يا ها. نوي ناوي على إيه؟ مش تعم، أنا مع المرأة المرأة أوكي أه تقولي ولا جول؟ أنا خطيبي بيجيب صاحبته معاه في كل خرجاتنا وبيزعل إن أنا بديه يقولي أنت بتتقمس بسرعة يعني هو لكده عاجب هو لكده عاجب؟ يعني لو خرج معها لوحده يبقى راجل خين وواحش لو صريح وجايبها معاهم وهم خارجين قدامها بتتقمس؟ أنا مش فاهم هو أنا برتبط بواحدة عشان تكتب نفسي أنا وصاحبتي؟ مش عارف عايش حياتي؟ لا لا يجب تتتمي على الأسئلة النهاردة وفيها حاجة قول تاني كده المشكلة دي أنا بقول إن الرجل صريح قول كده تاني المشكلة دي قول كده؟ أنا خطيبي بيجيب صاحبته معاه في كل خلالاتنا وبيزعل إن أنا بتتقمس بسرعة تتقمس بسرعة بتتقمس بسرعة لو خرج من وراها هيبقى خلاص بقى أخرج من وراها فين الكاميرا أخرج من وراها حبيبي عشان هي بتتتقمس أبو صاحب أقولي هو ليه بيجيب صاحبه طبعا؟ هو ليه بصاحب أصلا؟ إيه؟ هو ليه بصاحب أصلا وهو خاتب سوشيال لايف حسنا لا سوشيال لايف إذا كان أصلا الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي إيه يا ودي اللزازة اللي إنت فيها دي إيه يا ودي اللزازة دي يا واختو الله مش سعب حاجة في الدنيا إنت برج الإيه؟ إنت أكيد مخلط خطخلط 12 برج في بعض فطلع لنا الكائن ده خاطب ومصاحب وبتخرج صاحبتك مع خاطبتك طب أنا 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 ضغطي أنا أنا أم 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 يعني أنا لو هي بتتدايق وبيقولها أنت بتتقمصي الله مش ممكن إنها كان دي اللي عمله هولا أنا وصاحبتي وإحنا خارجين مش طريقة عندي دي عارف أنا لو منك عندي ما عالش أنا آسف عندي طب قول عندي يا خلاة عندي طب ما أنا أصلا هو بص هي هذه النوعية هيخرج من وراها طب أنا هقولك هي أصلا ما بيسألوني أنا لو كنت مكانهم كنت عاملي أم فخلينا أقول هل تعمل إيه؟ أنا عادي إن أنا دلوقتي مخطوب أيه وأنا قاعدة دخلت المكان عشان أقابل خطيبي مش فخطيبي لقيت معا صاحبته فير 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 أنا راجل قاعدت في المكان عامل طيب أنا مش قابلة حاجة زي كده لأنها متضايقة هي متضايقة الشابكة في الشنطة الشابكة في الشنطة أنا دخلت لقيت وقاعد فرداني خطيبي بني آدم خلاص الشابكة موجودة في الشنطة لقيت وقاعد هو وصاحبته أقوم نطلع الشابكة أقل بالشابكة وأقوم نفتحها وحطها له يلا حبيبي فبسها الشابكة يشوف هاتي جانا ما أسع كله بعد ألعا يلا فرصة زي الليتا السلام عليكم وأنا متضايقة يعني مش أنا مثلا متضايقة عندي مثلا مشاكل متعصابة بينه أبسلوت ليه بوسا بابا ماما ستو تتو جتو مع السلامة وقصونه كراماتي وقصونه نفسي وولع أنا لو مكانك هعمل كده أرجع البيت أقبل لكو في كل حتة خلاص ما أمروش لازمة ولا حتى عايزة زي الكاسات اللي في النيش يعني أنا أساسا مش هشغل نفسي أو بالي أن أنا أحرق دمه ده أصلا مش هبصيله تاني خلاص ده راح معا الوبا هو خلاص بقعت صلصة على قميص تخطعه في غسالة غليان على تسعين خرقتها من شفا مش هتحط في بالك بقى أن هو فضلها على صحبته وخطبها يعني دي مش هنحطها في بالنا إن هما الاتنين كانوا أصحابه فانا اخترتك استفيتك تب أنت اللي خطبتي ده مش هنحط في بالنا وبعدين بتقولي الشابكة في الشنطة اللي هي ماشية بالشابكة في الشنطة اللي تحضر نفسها مش فاهم تحضر نفسها يعني مش هتحط في أنا فضلتك عليها وانت بقيت خطي خدتي أحمل اللقب ده ما مش تحطش في الحزبان إيا حملت اللقب فاهم بس مش لقب الخطيبة مشاكل غريبة جدا إيه ده ده المشاكل اللي بالجيل يا وليد أنا شايف أنه هو الرجل يعني صريح وأونست وأكيد من الأول قبل أن ما يخطبها كان مفاهمها ندلها في ستايل بتاعه صح؟ قال لها أنا مش هقطع مع صحبتي ما كانتش بعتت البرنامج تسأل لو كان هو ما هي بدأت تتقنز دلوقتي الأموسة الأموسة يابان حملت لقب الأموسة أنا لو ما كانت إنتي هو بتسأليني أنا لو ما كانتك هعمل إيه أقسم بالله والله العظيم اللي أنا قلته دلوقتي مش هيجي 10% من اللي أنا هعمله فعلا أقسم بالله شوفي لو مش بحبه لو متمرمغه كده فده بتزيبه قبل أقسم بالله أقسم بالله يجيله عين يخرج يخرج يجيله عين يخرج مع واحدة وأنا معاه استدى تبقى أيامه سودة سودة مين ده ومعايا معايا آخر مشكلة اتفضل أنا خايف مش هافري ليه قريبت لقى أنت معينا انت بتاع البرنمج قريبت خلاص أنا ما هخليك هيدون تفيل سيف اللي حصل عاصلتها معندكش إخوات بنات عندي أخت عندك أخت منت اه والله طيب لو أخت منت وهي مخطوبة أيوسان انت قطيت أنكل التورتاي أخده منه التراتة أور احنا على الهواء ما انت قطيتني كده ما انت قطيتك على الهواء الله طيب دلوقتي حضرتك لو لو لقيت أختك أختك اسمها إيه؟ أختي اسمها حنان لو لقيت حنان وهي مخطوبة دخلت قولك بقولك إيه وليد هاي تسألك على حاجة قلتلها هقولي قريتلك آآ أنا خطيب يخرج معايا صحابيته النهاردة في الخروج اوه هسألها انت إيه رأيك في الموضوع هتقولك أنا مش عاجبني ومتدايقة خلاص هقولها رح يقولي الخطيبك أنت هتطيق مع صحابيتك أنا مش عاجبني لموضوع حلو قال لي أنت بتتأمسي قمصة يا قمصة ماشي هنا قمصة مشكلة. عندي مشكلة مع جوزي انه مش بيتصرف معي بشكل طبيعي وبحس ان في فجوة بيننا. يعني مثلا اكون شارية حاجة من برة وهو عايز يشوف انا اشتريت ايه. فقبل ما افتح العلبة والشنطة يستأذن الاول. ده حاجة مدقيقة جدا حط على متين تعجب بعدين. ولو مثلا كنت نايمة وهو كان جعان وفتح التلاجة واخد منها حاجة يا كلها يروح ايه لي اول مصحة. انه اخد كزا من التلاجة. ومقجر ده ولا ايه. ولو قاعدين سوا في البيت بعد ما بقى رجيه عالشغل وجاله تليفون من الشغل وعايز يرد يقول لي انا اياسف انا محتاج ارد عالتليفون. اللي الراجل ده عام العمل. ومواقف فيه ما بقى. وللعلم انا كزا مرة اعبر له عن الاسلوب ده بيضيقني. فيبقى رده انا اياسف ولهو مش قصده يضيقني ولكن بيفضل اسلوب بيفضل اسلوب وطريقته زي ما هي وما بتتغيرش. الراجل ده كان ساكن في شير. تليه رفف تلاجة. وايام معينة يغسل فيها تقريبا مش مش قادر يقتنع ان ده بقى بيته لحياتك. قمة في الزوق والله حاجة تقلق. ده برا يستألك في سؤال. تفضلي. او هل الطبيعي انه الراجل يعمل كده مع مراته? يعمل كده? اه? لا طبعا. طب لو عمل كده مع مراته يبقى ايه? يبقى زوق زيادة على اللزوم او مش واخد عليها بقى او يعني محتاج يفك شوية او عامل عاملة فيها ليه حاجاتك. او ايه? او عامل عاملة ممكن. ممكن بقى عامل عامل. لا لا حرم. والله راجل شكله طيب قوي. والله شكله طيب. انا حاسة كده. ده بيأكل من التلاجة واستأذنها. والله العظيم حاسة كده. ده 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 احنا بنسرق. يعني حاسة شرية حاجة وعايز يفتح الشنطة فياستأذنها الاول. هو اللوري اوي رسمي شوية. فورمل. وبيفتح التلاجة فا. هو هي اللي جايبها التلاجة. هو التلاجة العروسة. ايه سر فتح التلاجة. ايه ده? لا هو هو زوق قوي. هو بجد. هو ديسنت قوي. يعني شايفه كده. طب ايه مشكلة لما انتي جزك يبقى انسان ديسنت? يعني لوين شايفه ان ده عايب. ما هي كل حاجة في الدنيا ليها ملك وكتابة. كلنا ممكن نشوف اه الطبع. يعني فيه ستة تقول انا ما عملش ان الجزء يتجوز عليها. وفيه ستة تقول لا احسن يتجوز عليها ويشيل منها على نفسي شوية. 32-34 تيام في في الأسبوع فيه ستات فيه كده؟ ها واو ها مرزوجة تانية دي بتيجي منين؟ هو بيتجوز ايه؟ الخيانة دي لا انا مش هنخش في الخيانة دلوقتي احنا بنقول انه صح كل بني آدم بيشوف طبع بعينه بطريقته فدلوقتي وليد شاف جوزك ديسنت مزواء انا شفته كمان كده انتي بقى شفتي ايه؟ بسي حاجة بصراحة مملة جدا بصي ليه مملة؟ يعني انا بقى عايش مع واحدة مثلا كل شوية تخش على ان كلت جبنة انا كلت طمطموية ايه دا في ايه؟ متاكلي براحتك يا حبيبتي هو انا هعد عليك ايه وانا عامل جرد هي عهدة متاكلي احنا بنحاول نلم يعني انت بفاش كل عشر مشاكل خلينا نلم واحدة فيهم وبعدين دي مش مصيبة دا لا اخيانة ولا قلة بس ملل اه بس انت هي تيجي تشوف برا اهم تيجي تشوف العشر مشاكل اه بس لسا اللي قابلك هو بيعمل ايه بيخرج صاحبته مع خطابته بعضين هو بيعتزل يعني اللي يشوف بلوي الناس دون علي بلوته هي ممكن تكون بتخوفه بتخوفه يا وليد اصلا هي بتقوله لما جيتها لامه رده انا ااسف انا مش قاصدة دايقك ديسنت فيري زيادة عالزو بقى متربي دي جوازت ساقل ماشي بس يا وليد عزيزني لم بص حبابتي والله العزيم الدنيا برا بايزة بايزة برا ماشي اليوم الدنيا بايزة 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 خالص بايزة بايزة فاع يعني لو اللي في التلاجة تمامه مستوي خليه اتاكل كويس انا اصلا كنت في الاول اما كنت بتقول ان هو عايز يشوف انا اشتريت ايه كنت هقول ان هي متضايقة ان هو فضولي بعدين لا ده هي عايزة يخش انتجاه بايزة عليه هين بايزة تحكي ايه ده من غير ما يستأذل انا حال ايو كي يبقى منهم من الست في قصفية كده يبقى من الست ايه بس اخوتي ايش ده من شعرها ايه ده في ايه ايه اللي ودينا الاكستريم ايوة 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 افتح الشانطة وليني جبت ايه ما اغلقتها اتناشرسان ا اابن امها وبيقولهادة اوى 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 بقالها اتناشرسان وابن اوى 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 اذا اقولدة اوى 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 ابتعترب någon أعودي تكلمي إصالي على النبي كده ويهدي وأعودي تكلمي مع جوزك قولي له أنا عايزك تبقى محنكش كل براحتك هافتح التلغة هافتح التلغة براحتك دي تلغتك دخيرك ها ومتعودش بقى تقولي أنا كلته آسف وإوه هتعتذر إوه أول ما يجاولي كان آسف تبريقه ومتعتذليش طيب إنت بس كده إيه ده أنا ورد ده موري قلت دون فيه نسيف ليه دون فيه نسيف ده أنت بقيت صديقي البرنامج يا أخي شرفني الله عندك أي حاجة عايز تقولها قبل ما نختل أنا عايز أشكرك جدا على الزون الحلوة اللي أنت حطونا فيها دي بجد والله والله العظيم والله بحلف بسيك كده بترمي الورقة شو زدر بكلم جد بجد تانكيو جدا جدا بمبسط جدا هنا إيه أكتر خطر شايفه على البنات دلوقتي يا وليد من الرجالة أكتر خطر شايفه على البنات من الرجالة دلوقتي إن هم بيتفانوا إن هم يعجبوا الرجالة مش يبقوا نفسهم ده بجد كنت حتى بتكلم على ده فتاكي ببقى أنا نفسة طول ترمات مش هداتي يا عزائت وفناتي حبيبات سنختم هذه الفقرة اللذيجة مع أستاذ وليد مصطفى بهذه الجملة الأخيرة وهي إيويت الغيري عشا خاطر حد يس لقبالك زي منت أهل وسهلا اللي ما يقبالكيش الباب يفوت ستين جمل حسنين ست بطات وقودة برهدت يا عزائت وفناتي الحبيبات فاصل قصير جدا نغاليكم من هي ومس